الحمد لله رب العالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة اليوم نود أن نتكلم عن موضوع أهام وفي غاية الخطورة يمس أمننا ويمس حياتنا بل هو الحياة عن أهمية الشباب في بناء مستقبل الأمة أهمية الشباب في بناء المستقبل بصفة عامة في البداية نقول الله جل قدرته يقول وهو الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة فبين الله أن الإنسان له ثلاثة مراحل ضعف في البداية وضعف في النهاية وما بين ضعف البداية وضعف النهاية قوة خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة ضعف الطفولة ثم قوة الشباب ثم ضعف الكبر والشيخوخة فلبيّن الله أن الشباب قوة قوة في البدن قوة في العقل قوة اقتصاد قوة دولة قوة في المستقبل فالشباب هو القوة لذلك لا ينبغي بحال من الأحوال أن يهمل الشاب بأي مهما كان ومهما حدث الشباب لا يهملون على الإطلاق الشباب هم مستقبل الأمة إذا أردت أن تنظر إلى الإسلام في أي بلد انظر إلى شبابه إذا أردت أن تنظر إلى قوة أي دولة انظر إلى قوة شبابها تعلم هذه الدولة تعلم هذه البلد قوية أم ضعيفة الرجل الذي كان يؤتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسمى حمارا اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحق النبي صلى الله عليه وسلم وكان أكثر ما يؤتى به فيجلد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب شربه للخمر فقال الرجل يوم لما جئ به إلى النبي من أجل أن يجلد لعنة الله عليه ما أكثر ما يؤتى به فيجلد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا فوالله ما علمته إلا أنه يحب الله ورسوله لا تلعنوا لا تلعنوا فهذا الرجل يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشرب الخمر وهو يشرب الخمر إذن الشباب تجده بين إفراط وبين تفريط الشاب قد يكون انحرف عن صراط الله المستقيم هل هذا الشباب نهمله هل هذا الشاب نهمله هل هذا الشباب نجعله منبوذا في المجتمع أم أمننا نأخذ بيديه النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل كان يشرب الخمر ومع ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الشاب لا تلعنوا فإنه يحب الله ورسوله لأن قواه في داخله الخير فكذلك شبابنا اليوم في داخلهم الخير هؤلاء الشباب لو أخذنا بأيديهم ترتقي الأمة ويكون مستقبل أمتنا ويكون مستقبل دولتنا في أحلى وأعدل ما يكون وأحلى ما يكون انظر إلى الشباب كيف يصنعون المستقبل عبد الله بن المبارك رضان الله عليه كان يعلم الناس وكان من يجلسون حوله يتحلقون حوله كانوا من الشباب فكان الكبار يعيرون أن من يجلس حوله يلتف حول عبد الله بن المبارك من الشباب كانوا يعيرونه بذلك فقال أتعيرونني بالشباب وهل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شباباً إلا شباباً؟ أنتوا بتعيروني أن اللي بيجلسوا معايا اللي بيتحلقوا حولي وعبد الله بن المبارك من السادة من الكبار من يجلس حوله من يكون بين يديه شباب أنتم تعيرونني بهؤلاء الشباب هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شباباً؟ انظر من أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم أولاً بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في السر في دار الأرقم ابن أبي الأرقم كم كان عمره ستة عشر عام شاب يأتمنه النبي صلى الله عليه وسلم على حياته ويأتمنه النبي صلى الله عليه وسلم على دينه ويأتمنه النبي صلى الله عليه وسلم على مستقبل الإسلام كله هذا الشاب يحمل سر رسول الله صلى الله عليه وسلم من يدخل ومن يخرج فكانت بداية دعوة الإسلام في دار الأرقم ابن أبي الأرقم وكان عمره ستة عشر سنة ولم يزد عن ذلك رضوان الله عليه من آمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا شبانا علي ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وعمره سمانية أعوام طلح ابن عبيد الله أسلم وعمره إحدى عشر سنة الأرقم ابن أبي الأرقم أسلم وعمره ستة عشر سنة جعفر ابن أبي طالب أسلم وعمره سمانية عشر سنة عبد الله بن مسعود أسلم وعمره أربعة عشر سنة سعد ابن أبي وقاس أسلم وعمره سبعة عشر سنة سعيد ابن زيد أسلم وعمره تسعة عشر سنة صهيب الرومي أسلم وعمره تسعة عشر سنة زيد بن سابت أسلم وعمره تسعة عشر سنة قصمان بن عفان أسلم وعمره عشرين سنة خباب بن الأرد أسلم وعمره عشرين عاما عامر بن فهيرة أسلم وعمره ثلاثة وعشرين عام أسماء بنت أبي بكر أسلمت وعمرها أربعة عشر سنة مصعب بن عمير أسلم وهو ابن أربعة وعشرين سنة المقداد بن أسود أسلم وعمره أربعة وعشرين سنة عمر بن الخطاب أسلم وعمره ستة وعشرين سنة أبو عبيدة بن الجراح أسلم وعمره سبعة وعشرين سنة عبد الرحمن بن عف أسلم وهو ابن سلاسين عام أبو بكر الصديق أسلم وعمره سبعة وثلاثين سنة بلال ابن رباح 31 سنة عمار ابن ياسر ما بين الثلاثين إلى الأربعين حمزة ابن عبد المطلب هو الوحيد الذي أسلم وكان عمره 42 سنة انظر من كان لهم الصبق في الإسلام كلهم كانوا شبابا العبادل الأربع الذين حملوا أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس كلهم من الشباب العشرة المبشرين بالجنة كلهم من الشباب إذن فالشباب هم من حملوا راية الإسلام الشباب هم الذين حمل على عاطقهم راية الإسلام فبداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من بيت شاب اعتمنه النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل أسامة ابن زيد قائدا على الجيش وكان تحت إمرته عمق كبار المهاجرين منهم عمر بن الخطاب كان تحت إمرت تحت راية زيد رضوان الله عليه وكان زيد عمره 19 سنة وتحت إمرته عمر بن الخطاب وكبار المهاجرين مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بالشباب لا يهمل على الإطلاق الشباب لا يهملون بأي حال من الأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم يهدى إليه شيء من اللباء وكان على يمينه يجلس على يمينه عبد الله ابن عباس وعلى يساره كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زي أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون على يساره وعلى يمينه الشاب الفتى عبد الله ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم عمره كان 12 سنة فالرسول صلى الله عليه وسلم أهدى إليه شيء من اللبن فشرب فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم بقي فضله يريد أن يعطيها فهنا يعطي من؟ الأصل أن يعطي على من؟ بيمينه ومن كان يجلس على يمينه هو الشاب الصغير عبد الله ابن عباس وعلى يساره كبار الصحابة الأصل والسنة أن يعطي من كان يجلس على يمينه هل أهمل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عباس؟ هل تجاهل الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عباس وهو يجلس على يمين الرسول صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عباس يا عبد الله أتأذن لي أن أعطي أعمامك أتأذن لي أن أعطي أعمامك أسقي أعمامك فقال عبد الله بن عباس رضوان الله عليه والله يا رسول الله لأأسر بنصيبي فيك أحد فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم اللبن والله يا رسول الله لا أؤسر في نصيبي منك أحد ولم يأذن لرسول الله هل غضب النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عباس رضوان الله عليه هل تجاهل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشاب الصغير في بداية شبابه وهو ابن 12 عام هل تجاهله الرسول صلى الله عليه وسلم هل لما استمسك عبد الله بن عباس بحقه هل اعترض عليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يعترض بل أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم حقه ليومي للنبي صلى الله عليه وسلم الشباب بحال من الأحوال في بدر وفي أحد للشباب مع النبي صلى الله عليه وسلم أما في أحد يستشير الرسول صلى الله عليه وسلم القوم فيكون رأي الشباب أن يخرجوا خارج مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الرأي مخالف لرأي رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي النبي أن نجلس في المدينة ما دمنا في المدينة فنحن في حصن الحصين كان الشباب لهم رأي مخالف لرأي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل قال النبي أنا رسول الله وأنا الكبير وأنا من يؤخذ رأيي وأنا المعصوم وأنا الذي يحى إلي ما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم هو استشار فكان رأي الشباب أن يخرجوا فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن نزل على رغبة الشباب وخالف رغبته هو صلى الله عليه وسلم نزولا على رغبة الشباب في غزوة بدر رافعا وصمره ابن جند كان رافع أصغر سنا من سمرة ابن جند كان رافع سنه أربعة عشر سنة سمرة ابن جند كان سنه خمسة عشر عام خمست عشر سنة جاء رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأزنه في أن يخرج فيقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر فأزن له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يعلم من فروسيته فجاء صمره ابن جند إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أجزت رافع ولم تجزني وأنا أكبر منه سنا يا رسول الله أنت أجزت رافع وردتني أنا ورافع أصغر مني في السن انظر ماذا فعل النبي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا القائد هل قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا الكبير هل قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت صغير أسكت لا تتكلم أنت لا تفقه شيء أنت لا تعلم شيء ما قال صلى الله عليه وسلم فالنبي قال له إبا رافع أشد منك قوة فقال يا رسول الله والله لو أمرتني أن أصارعه لصرعت انت أزل لي بس يا رسول الله إمن أنا أخش في سرع أنا ورافع وأنا أسرع رافع فقال دونك طيب خشوا تسارع فتسارع رافع وسمره بن جندب فسارع سمره بن جندب أي غالبه سمره بن جندب رافع فأجازهما النبي صلى الله عليه وسلم معا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم رافع وأجاز سمره بن جندب رضوان الله عليه الأجمال إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يهمل الشباب على الإطلاق من فعل منهم شيء لا يعنفه صلى الله عليه وسلم النبي يعلم أن للشباب رغبات النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن للشباب احتياجات يأتي الشاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل يا رسول الله ائذن لي في الزنا أما الصحابة رضوان الله عليهم يريدون أن يهموا به يضربوه كيف تأتي إلى النبي وتطلب منه أن يأذن لك فيما حرمه الله كيف يريدون أن يأذن فقال النبي دعوه ثم قال النبي اذن منه انظر صلى الله عليه وسلم كيف اذن منه اقترب دور الآب الأب الرحيم اذن منه فيقترب الشاب من النبي صلى الله عليه وسلم ثم يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتف الشاب ويقول له أترضاه لأمك فقال الشاب لا والذي بعثك بالحق يا رسول الله فقال النبي والناس لا يرضونه لأمهاتهم أترضاه لابنتك قال لا والذي بعثك بالحق يا رسول الله فقال النبي وكذلك الناس لا يرضونه لأبنائهم قال أترضاه لأختك قال لا قال وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم أترضاه لخالتك أترضاه لعمتك فيقول لا ويقول له النبي وكذلك الناس لا يرضونه لعماتهم لا يرضونه لخالاتهم ثم يضع النبي صلى الله عليه وسلم يضعه على قلب الشاب ويدعو له اللهم طاهر قلبه وحص فرجة يقول الشاب والله لقد جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما من شيء أحب إلي من الزنا وخرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من شيء أبغب إلي من الزنا كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الشاب ما زجره ما نهره صلى الله عليه وسلم ما سمح لأصحابه أن يضربوه لأن هذا يخالب إنما النبي صلى الله عليه وسلم يعالج ما فيه الشباب اليوم بين إفراط وبين طفل أقول لك الشباب والمخدرات الشباب والإنحراف الفكري الشباب وغياب القدوة الشباب وأمور كثيرة تأتي فيما بعد إن شاء الله الشباب والمخدرات المخدرات نسأل الله السلامة والعافية أضرب مثالاً لكل شاب لكل ابن كبير لكل أخ صغير أضرب لهم مثالاً يا من تدمنون المخدرات يا من تعاقرون المخدرات يا من أفسدتم عقولكم يا من أضعتم دينكم يا من فردتم في عرضكم يا من أذهبتم أموالكم انظروا كيف جاء النبي صلى الله عليه وسلم وماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد ربه تحريم الخمر حرمها تدريجياً حتى نزل قول الله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فجئ تنبوه فحرمت الخمر بكلمة واحدة بقوله سبحانه فجئ تنبوه معاقرة الإنسان للخمر تجعل خلايا مخه معتمدة عليها بحيث إذا ما نقص منسوبها في دمه أصيب بشبه الجنون فهو أمر خارج عن الطاقة لا يقل عنه المرء إلا بإيمان سابت مستقر في سويدوات القلوب كذلك من يدمن اليوم المخدرات تقو يكون المنسوبها في دمه إذا ما نقص المنسوب من الدم صرخ اعتماد مخه عليها فأصيب بشبه الجنون فهو أمر خارج عن الطاقة نسأل الله العافية النبي صلى الله عليه وسلم نذل على قلبه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فجئ تنبوه حرمت بقوله فجئ تنبوه بكلمة واحدة ماذا فعل؟ يقول أنس رضوان الله عليه وكان شاب صغير كنت أدور بكؤوس الخمر كنت أخدم أبو طلحة زوج أمه أم سليم وكنت أدور على رؤوس القوم بكأس الخمر بسئهم الخمر يقول فدخل علينا داخل مهمة أنس يصب الخمر ويسقي القوم من كانوا عند زوج أمه أبو طلحة يسقيهم الخمر فطرق الباب طارق دخل قال إن الخمر حرمت ماذا فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا شبابا ماذا فعلوا؟ يقول أنس والله ما دخل علينا داخل يعني هو ده دخل قال الخمر يا جماعة حرمت الله أنزل قوله فجئ تنبوه أنس إيه بقول إيه اللي حصل بقى أغلق الباب فوالله ما دخل علينا داخل يعني بعد اللي جه وقال لنا إن الخمر حرمت ما دخل أحد بعد ولا خرج منا أحد يعني لا أحد دخل ولا أحد خرج حتى قام القوم توضأ من توضأ اغتسل من اغتسل ثم أريقت يعني صبت الخمر في شوارع مدينة النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج القوم بعده للصلاة يخوضون يخوضون في وحل وطين من قصرة ما أريق من خمر في شوارع مدينة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم استجابة لقول الله فجئ تنبوه فقالوا سمعا وطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم الخمر المخدرات تذهب العقل المخدرات تفسد الحياة الدين جاء بحفظ الضروريات الخمس حفظ النفس حفظ الضروريات الخمس حفظ النفس وحفظ الدين وحفظ العرب وحفظ المال الدين جاء بحفظ هذه الضروريات الخمس حفظ دينك تحفظ نفسك تحفظ عرضك تحفظ مالك تحفظ عقلك هذه الضروريات الخمس التي جاء بها دين الإسلام المخدرات أقول للشباب المخدرات اليوم تذهب بها زه الضروريات الخمس من يعاقر الخم لا دين له من يدمن المخدرات يذهب بدين كيف وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أكبر الكبائر وأم الكبائر أم الخبائس وأكبر الكبائر فالمخدرات تذهب بالدين المخدرات تذهب بالنفس كم من والد قتل أباه بسبب المخدرات كم من والد قتل أم بسبب المخدرات كم من أخ قتل أخاه بسبب المخدرات فالمخدرات تذهب بالدين والمخدرات تذهب بالنفس والمخدرات تذهب بالعقل فالذي يدمن المخدرات يذهب عقله ويأتي بالأفعيل والمخدرات تذهب بالعرض بالشرف كم من إنسان ضاع شرفه وفرط في عرضه بسبب إدمانه للمخدرات فالمخدرات تذهب المال فهي تضيع مال فالمخدرات تذهب بالضروريات الخمس التي جاء بها دين الإسلام فما ينبغي علينا ينبغي علينا جميع أن نأخذ بأيدي هؤلاء الشباب حتى لا يقعوا في هذا المستنقع الذي لا يرتضيه دين الإسلام في أمة محمد صلى الله عليه وسلم الشباب والانحراف الفكري أقول الشباب فترة الشباب فترة قوة قد يكون الشاب قليل المال لا يستطيع الزواج وعنده أنت أقول أنت تستطيع أن تقتل إرهابيا أنت تستطيع أن تسجن إرهابيا ولكن لا تستطيع أن تقتل أو تسجن فكرة وخاصة إذا كانت هذه الفكرة ترتدي عباءة دينية أستطيع أن أسجن إرهابيا أن أقتل إرهابيا أما أن أسجن فكرة أو أقتل فكرة ترتدي عباءة دينية هذا أمر يصعب علم نفس لذلك الشباب تلتقطهم جماعات منحرفة وجماعات ضالة فيقع الشاب بين إفراط وبين تفريط بين إفراط بين انحلال أخلاقي بين انحلال خلقي يدمن المخدرات يأتي بالأفعيل بالارتكب الفواحش هذا انحراف أخلاقي ثم يأتي انحراف فكري الشاب يستطيع أن يتزوج وعنده فكرة دينية هو لا يستطيع الزواج ولا يستطيع أن يرتكب فحشة الزنا لأنه حرام إذن ماذا يفعل الحور العين تلتقفه جماعات إرهابية جماعات متطرفة بفكرة الحور العين إذن أنت انضم الجماعة فجر نفسك متشهيد تتزوج الحور العين انحراف فكري وهذا الانحراف الفكري عميق جدا إذا ما تمكن من الإنسان وكان عنده معتقد وهذا ما يفعل بالشباب خاصة إذا ما دخلوا الجامعات يأتي الشاب من السانوية العامة خام لا يفقه شيء ولا يدري شيء تلتقفه أيدي آثمة يتلقون يتلقون فيدعمونه بالدعم المادي والدعم الفكري المنحارف ماذا يفعل؟ ينضم إلى جماعات إرهابية منحارفة لذلك ينبغي أن يكون هناك وسائل تعليمية ووسائل تسقف برامج تسقفية تسقف توعي الشباب المسلم توعي شباب المجتمع من الإنحراف الفكري من الجماعات الضالة المضلة في الجامعات ينبغي أن يكون هناك مناهج دراسية توعي الشباب تسقف الشباب لأن هؤلاء الشباب هم قوة الدولة هؤلاء الشباب هم قوة المجتمع إذا أردنا أن ننظر إلى قوة أي دولة فانظر إلى قوة شبابها إن كان الشباب أقوي كانت الدولة قوية إذا كان الشباب قادة كانت الدولة قوية كما فعل خير البرية صلى الله عليه وسلم فيأتي الشباب فيلتقفون فيأتأتي الجماعات المنحرفة يلتقفون هؤلاء الشباب فيلتقفون عن صراط الله المستقيم أضرب لك مثالا مسلم ابن عقبة لما ولي على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل قتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بزمان هذا مسلم ابن عقبة ولي على المدينة ماذا فعل حصر المدينة سلاسة أيام قتل النساء وسلب الأموال وانتهت الأعراب بمن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين من بقي من أصحاب النبي وأتباع النبي التابعين الذين عاصروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل بهم ذلك وهو عائد إلى مكة أدركته المنية أدركته الوفاة انظر إلى الضلال إذا مات مكّن من الشاب كيف يفعل بالشاب إذا مات مكّن منه الضلال لما أتته الوفاة وهو عائد إلى مكة توجه إلى الله بدعاء غريب رفع يدي وهو يقول اللهم إنك تعلم أن أحب أعمالي إليك اللهم إنك تعلم أن أرجى عمل أتقرب به إليك هو ما فعلته بأهل المدينة فاغفر لي جزاء لما صنعت بأهل المدينة ما سصنع قتل أصحاب النبي سلب الأموال انتهك الأعراب بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ومع ذلك يظن ويعتقد بفكره الضال هذا الشاب يظن بفكره الذي انحرف أنه بذلك يتقرب إلى الله جلت قدرته ويرجو حسن عاقبة هذا العمل عند الله فيتمنى من الله أن يدخله الجنة وأن يغفر له ذنب بسبب ما صنع بأهل المدينة بسبب ما صنع بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إلى الفكر إذا منحرف انظر إلى الشاب إذا منحرف فكره وظل عن الصراط المستقيم فهؤلاء الشباب ينبغي دائما وأبدا أن نعتني بهم وأن تأخذ الدولة وأن تأخذ الأمن أن تأخذ الأمن على أيدي هؤلاء الشباب وبداية نقول ما هي أسباب انحراف الشباب إيه هي الأسباب التي تؤدي إلى انحراف شبابنا المسلمين هناك أسباب كثيرة تؤدي إلى انحراف الشباب ينبغي على كل إنسان أن يكون واعياً أول سبب من أسباب انحراف الشباب غياب القضوة غياب القضوة الشاب يبحث عن قضوة إذا وجدها في بيته فإن لم يجدها ذهب خارج البيت يبحث عن قضوته لابد من كل شاب أن يكون كل شاب يبحث عن قضوة مسأل أعلى يسير عليه ويقتدي به إذا وجد القضوة في البيت وإلا خرج خارج البيت فيبحث عن القضوة فتلتقمه الأيدي الآسمة من صحبة السوء من الجماعات المنحرفة معنا اتصال فضل المسيد أيها حضرتك سور محمد حضرتك أنا معي إذن 28 سنة والده متواصي أمين والده متواصي وما ليس حق لربنا أنه يعني أنا عارف أحكم عليه ووضع المخدرات دم فأنا تعيس معي وبعدين يعني كان في الجسم مقالد بسراب المخدرات يقصع في الجسم وفهد النرف وأنا في إيش عارف أعمل إيه بالله عليك كير تمام عندك سؤال تاني ومسيد فضل يا رب نحفظه لك يا رب جواي حضرتك هذه هي المشكلة التي تعاني منها أمتنا ويعاني منها شبابنا كل الشباب على الإطلاق مسلم وغير مسلم المخدرات الشاب إذا ما أدمن المخدرات كان وباء على أهله لذلك أنا أقول الآن قبل الاتصال كنت أتكلم عن القدوة عن البيت بيجي منين إزاي الشاب بينحرف وبيذهب للمخدرات بداية من البيت نقول أولا لأم سيد يا أم سيد حاولي أن تصلحي من ولدك إذا لم تستطيعي فحاولي معه بالكبار من الناس حاولي معه بمن يحبهم من الشباب مثله ممن ليسوا مدمنين معاقرين للمخدرات حاولي أن تذهبي بولدك إلى مصحة نفسية خذي بيده واذهبي به إلى مكان يعالج هذا الأمر فيه وهذه الأمور تعالج بسرية تامة تعالج بسرية تامة ولا عيبة فيها فكل إنسان عنده شاب أدمن المخدرات يأخذ بيده يعالج ما أنزل الله دا إلا أنزل له الدواء علمه من علمه وجهله من جهله كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فإدمان الإنسان للمخدرات له علاق والعلاق بداية تذهب إلى المكان المستشفيات التي تعالج أمثال هذه الأمور ويتم فيها العلاق في مصر بحمد الله رب العالمين في سرية تامة ما عليك إلا أن تأخذي بيده إذا لم تستطيعي ابحسي عن من يستطيع أن يأخذ بيده حتى يأخذ الله بيده ويتوب الله رب العالمين عليه بنقول أن أول سبب من أسباب انحراف الشباب غياب القدوة القدوة بتبدأ منين بتبدأ من البيت القدوة بتبدأ من البيت الولد ملقاش قدوة ببيته يخرج بر البيت ويبحث عن قدوة يقتدي بها كل شاب لابد أن يكون له قدوة كل بالله عليكم أيها الأب الفاضل وإيتها الأم الفاضلة إذا كنت أن تتقن الخيانة وولدك يرى ذلك كيف ينصبح ولدك وفياً وأنت خائم كل بالله عليك إن كنت تخشى على ولدك من المخدرات وأنت أو أنت البيت غمامة سوداء أنت تخشى على ولدك من المخدرات أن ينحرف عن الصراط المستقيم أن يذهب شبابه أن يفقد مستقبله أن يضيع مستقبله ويضيع حاضره وبيتك غمامة سوداء هل أنت قدوة صالحة لولدك أقول لك كما قال القائد مشى الطاووس يوماً بعوجاج فقلده في مشيته بنيه فقال على ما تختلون قالوا أنت قد بدأت به ونحن مقلدوه فخالف سيرك المعوج وعدل فإنك إن عدلت معدلوه وينشئ ناشئ الفتيان فينا على ما كان قد عوده أبوه فالبداية تبدأ من الوالد تبدأ من الوالدة تخشى على ولدك أن يكون مدمناً للمخدرات وبيتك وبيتك رمامة سوداء تخشى على ولدك تخشى على ولدك أن يفقد دين فهو لا يصلي وأنت لا تصلي ولدك لا يصلي وأنت لا تصلي كيف تخشى على ولدك افعل بداية استقم بداية حتى يستقيم ولدك إن استقام استقام ولدك كل بالله عليك الأب لا يصلي كيف للولد أن يصلي والأب لا يصلي أنت قدوة سيئة لا قدوة حسن الوالد يحسن الكذب بل يأمر ولده بالكذب كيف يصبح ولدك صادقا معك أول من يكذب عليه وآن لأنك أنت من علمته الكذب فإذا ما غابت القدوة في الباي انحرف الولد إذا ما غابت الرعاية في الباي الرجل يطلق لأبناء لأولاده الحبل على الغار لا يسأل من تصاحب أين تذهب لا يسأله لا رقيب عليه لا يسأله ولا رقيب عليه ولا حسيب فهو لا يسأل ولده من تصاحب تسير مع من تخالط من الأم لا تسأل ابنتها من تخالطين مع من تذهبين من صديقه فلابد من كل أب لابد من كل أم أن يراقب أبناء أن يصاحب أبناء ولدك صاحبه وراقبه كن عليه رقيب وكله صاحب يعني لا تضيق عليه في كل كبير وفي كل صغير كله صاحب وخذه برف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الشباب برف وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الشباب برف النبي صلى الله عليه وسلم يردف خلفه ابن عباس وهو صبي صغير يقول له يا غلام احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهك يناديه النبي صلى الله عليه وسلم يجد الشاب الغلام يأكل بيساره ما عن نفه وإنما أخذ بيده صلى الله عليه وسلم يقول له يا غلام بسم الله وكل بيمينه وكل مما يليك هذه الشمال إنما جعلت لقضاء الحاجة للأمور التي لا تستحب وأما اليمين فالمرء يأكل بها ويسبح الله بها فكل بيمينك لأن الشيطان يأكل بيساره وكل مما يليك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الشباب وما كان صلى الله عليه وسلم يترك الشباب هذا ما ينبغي علينا تجاه هؤلاء الشباب فأول سبب من أسباب انحراف شبابنا المسلم غياب القضوة وعدم مراقبة الشباب القدوة ولدك يراك مثل أعلى لا يراك كذابة لا يراك مدخنا فضلا عن أن يكون يراك مدمن ومعاقر للمخدرات لا يراك مدخنا لا يراك خائنا يراك صادق في وعدك يرا منك أخلاقا حسنة أخلاق محمدية التي جاء بها خير البرية وعمدئذ إذا قلت لولدك افعل سيفعل أما أن تكون أنت مثالا سيئا وتريد من وليدك الصلاح هذا لعمر الله عظيم يبقى أول حاجة غياب القضوة تنشي الجفاء والبعد بين كبار السن والشباب البعد والجفاء بين الشباب وبين كبار السن من أهلها عندنا مشكلة المشكلة دائما أبدا كبار السن يتجاهلون الشباب قل الشاب لا يتجاهل أبدا فيحدث فجوة بين الشباب وبين كبار السن في جفاء ما بين كبير السن وما بين الشاب الصغير إذا ما حدثت هذه الفجوة حدث الخلل في المجتمع لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك لهذه الفجوة أن تحدث بحال من الأحوال أبدا على الإطلاق هذه الفجوة لن تكن تحدث على الإطلاق ليأخذ بأيدي الشباب وأما كبار السن أنت كرجل كبير في السن لا تتجاهل الشاب يقول له والله أنت مين أنت ذا أنت لو عشت ألف سنة مش هتتعلم نص اللي أنا تعلمته يعني عيش ألف سنة مش هتتعلم اللي أنت تعلمته كيف؟ كيف هذا؟ أقول له سيبا ويه سيبا ويه معلوم هذا العلم في علم اللغة في علم النحو هذا العلم الكبير سيبا ويه مات وعمره 22 سنة من يدرك ذلك؟ سيبا ويه مات وعمره 22 سنة إذن الشباب لهم بور كبير هذا الشاب سيبا ويه ترك علم تتعلمه الأجيال إلى يوم القيامة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خذوا العلم من أربعة وذكر الأربعة ابن أم عبد وعبد الله بن أم مكتوم وأباء وسالم مولى أبي حزيفة الأربعة كانوا شبابا فالشباب لا يتجاهلهم إنسان على الإطلاق بحال من الأحوال إذا ما تجاهلنا الشباب كانت المشكلة وفي النهاية أقول موعظة لشبابنا المسلم للشباب في مصرنا العزيزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل موتك وفراغك قبل شغلك وغناك قبل فقرك فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تغتنم فترة الشباب النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أيها الشاب ألا تحب أن تكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومنهم شاب نشأ في عبادة ربه هذا الشاب الذي نشأ في عبادة ربه في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله أيها الشاب ألا تدرك أنك مسؤول أمام الله يوم القيامة عن مرحلة الشباب مرتين كما أخبر النبي لا تزول قدم عب حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفنه العمر كله والعمر داخل فيه مرحلة الشباب إذن أنت لما تقف أمام الله تسأل عن مرحلة العمر وداخل في العمر مرحلة الشباب عن عمره فيما أفنه وعن شبابه فيما أبلاه فيسأل عن الشباب مرتين مرة في العمر ومرة خاصة سؤالا خاصا منفردا وعن شبابه فيما أبلاه وعن صحته كيف كانت وعن ناله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن مرحلة الشباب هي مرحلة مهمة هذه المرحلة تجاهد فيها في الطاعة أو قوة في الطاعة بين يدي الله هذه المرحلة مرحلة قوة في العقل تبتكر وتفعل ما لا يفعله الكبار في مرحلة الشباب هذه المرحلة قوة اقتصادية وقوة بدنية وقوة عقلية تبنى الأمم على أكتاف الشباب وتأتي الحضارات على أكتاف الشباب وفي انتهاية هذا اللقاء نسأل الله جل قدرته أن يحرص شبابنا وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته